متابعة لسلسلة التقارير المتعلقة بسيرة الزاتية للنساء بمناسبة الاسبوع الوطني للمرأة الشادية فقد صلطت الزميلة مونا حسن سكاية الضوالة سيرة الزاتية لسيدة أم الحسن يوسف آدم الحسن يوسف آدم معلمة بثانوية الملك فيصل بانجمينة مارست مهنة التدريس منذ عام 1991 حتى الآن وهي من مواليد 1968 بمقاطعة أسونغا بمنطقة عدري شرق البلاد متزوجة وأم لسبعة أولاد بدأت مشوارها التعليمي بجمهورية السودان ثم التهقت بمعهد العالي لعداد المعلمين بانجمينة انيسة التهقت بهذه السانوية ولم أفارقها درست الكثير من الطالبات بها والطلبة وهم اليوم في الميدان معي منهم من صار مدرسا ومن صار مديرا ولا بد الإنسان أن يخلص فيه أداء شيء أراد أن يفعله أن للمعلمات دور حام لا يستهان به في تربية وتعليم الأجيال وأن السيدة أم الحسن يوسف آدم لديها خبرة في مجال التدريسة وعملت في هذا الجانب لمدة 26 عاما في مدتي اللغة العربية والنصوص الأدبية لممتهني أشهادة الثانوية السيدة أم الحسن تركت بصمات واضحة في التعليم والتربية حيث قامت بتأسيس مدرسة نسائية لمحو الأمية لتعليم الكبار في العلوم الدينية والقيم النبيلة كما تعد السيدة أم الحسن هي عضوى نشطة في رابط الداعيات العالمات الشادية